موسيقى الفرنسي هيرفي رينارد يقترب من تولي تدريب الأخضر في المرحلة المقبلة الاتحاد الافريقي يعلنوا غدا مراسيم قرعة تسفيات كأس العالم الفين واثنين وعشرين للقارة السمرة نشرة الرياضية اقدمها لكم من الاخبارية اهلا بكم يقترب الاتحاد السعودي لكرة القدم من انهاء التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ليتولى تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة في عقد يمتد نحو عامين ونصف العام وكان المنتخبات دخل في مفاوضة مع المدرب بعد اعلانه استقالته من تدريب منتخب المغرب اثر خروجه من دور الستة عشر في كأس أمم أفريقيا وقاد الفرنسي منتخب المغرب للوصول لكأس العالم الفين وتسعة عشر وحقق لقب أمم أفريقيا مع منتخبين زنبيا الفين واثنى عشر وساحل العاج الفين وخمسة عشر وأصبح أول مدرب يحقق البطولة مرتين مع منتخبين مختلفين نال اللعبون السعوديون عدة ميداليات ملونة خلال مشاركاتهم في بطولة الحسناء الدولية للتاكواندو والتي تقام في العاصمة الأردنية عمان استعدادا لبطولة العالم في تشقنت الشهر المقبل نتابع نتائج كبيرة وميداليات ملونة كثيرة حققها أبطال أخضر التاكواندو وأبطال المراكز المتخصصة برياضة التاكواندو في المملكة خلال مشاركتهم في بطولة الحسن الدولية للتاكواندو والتي احتضنتها صارة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية المشاركة في بطولة الحسن المفتوحة هي المرحلة الأخيرة من مراحل الاستعداد لبطولة العالم لدرجة الناشئين سبقها المشاركة في بطولة آسيا فئة الناشئين وفئة الشباب الهدف من المشاركة نحن بإذن الله تعالى نكون في أتم الجاهزية للانتقال بإذن الله إلى أزباكستان والمشاركة في بطولة العالم البطولة كانت قوية وكانت العدد كبير وكان القوة متواجدة في كل الأوزان فالحمد الله بإنجازات البطولة شاركنا أخذنا بها بذهبية وفضية بالأحزمة ملونة وإن شاء الله استعدادنا للموسم القادم البطولة القادمة في لبنان إن شاء الله الشهر القادم واستعدادنا لدرجة الموسم المحلي السعودية صالة المنافسات شهدت في يومها الثالث تألق أبطال المملكة في النزالات بعد تقديمهم مستويات متقدمة ونتائج قياسية عكست سمعة المملكة الرياضية المرموقة أشكروا التحاد السعود للتيكويندو لتاحنا هذه الفرصة لنلعب بطولة آسيا وبطولة الحسن للتيكويندو واحتكينا مع لعبين أبطال ولعبين مستويتهم عالي واستفادنا منهم واستفادة منها والحمد لله وأشكر طاقم الفني وطاقم الإدارة وطاقم جميع طاقم في الاتحاد السعود للتيكويندو الحمد لله لعبنا بطولة الحسن الدولية أسكرنا لها كويس كنا نتمرن سبعين الفترة الصباحية والفترة المسائية والحمد لله قبل شوية لعبت مباراة مع اللعب الأردني وعطيته قابية الحمد لله وزن 55 كيلو قرام ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية نالها اللاعبون السعوديون من جميع الفئات خلال أيام البطولة وسط إعجاب وتقدير الجمهور الغفير انتهت المشاركة السعودية في بطولة الحسن الدولية للتيكويندو بعد تحقيق نتائج ملفتة لتكون هذه البطولة محطة استعدادية للاستحقاقات القادمة لقناة الإخبارية عبدالله الخوالد عم حصل نادي الهلال على حكم ضد نادي التعاون بعد كسب القضية المرفوعة بخصوص انتقال اللاعب عبد المجيد الصوات من النادي العاصمي إلى صفوف التعاون وبينت مصادر علامية صدور حكم من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بإلزام التعاون بدفع مليون وثلاثمائة ألف ريال نظير انتقال اللاعب إلى التعاون في الموسم قبل الماضي في صفقة انتقال كامل أنهى نادي الرائد إجراءات التعاقد مع لاعب الأهلي أحمد الزين بعقد يمتد لثلاثة مواسم بعد انتهاء إعارته من نادي القادسية فيما أعلن نادي ضمك عن التوقيع مع اللاعب عبد الوهاب جعفر حتى عام 2021 كما تعاقد نادي أبهى مع اللاعب الدولي التونسي كريم العواضي لمدة موسمين ألزم نادي نصر اللاعب إبراهيم غالب بعدم التواجد في تدريبات فريقه الجديد الفيصلي حتى ينتهي عقده جاء ذلك القرار بسبب رفض اللاعب التنازل عن مستحقاته المتبقية لدى النادي العاصمي ومن المنتظر أن ينتهي عقد إبراهيم غالب مع الأسفر في منتصف شهر أغسطس المقبل أسفرت قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي أجريت في العاصمة المغربية الرباط عن مواجهة الاتحاد في الدور الثاني والثلاثين من مسابقة لفريق العهد اللبناني فيما يلاقي الشباب الممثل الثاني متصدر المجموعة الثانية المزيد في هذا التقرير جرت مراسيم قرعة التصفية الأولية المؤهلة لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بالعاصمة المغربية الرباط وذلك قبل إجراء القرعة الختامية للمنافسات الكبرى وتوزيع الفرق على مجموعات من أجل التنافس على كأس البطولة أمامنا تحدي لبطولة كبيرة ومن اسم كبير إلى اسم كبير البطولة لاقت نجاح ولله الحمد كبير استطعنا أن نثبت للعالم أن العرب استطاعتهم إقامة أقوى المنافسات الكروية بالأندية نتمنى التوفيق لجميع الفرق والتعاون من الجميع وهذا ما وجدناه أتجب شكري للأخوان في المملكة المغربية على ما وجدناه من تعاون كبير سواء مع الجامعة أو مع جميع الأخوان وتسهيل أمور الاتحاد العربي ومراسل إجراء القرعة وإن كان فريق اتحاد جد قد تعرف على منافسه في الدور الثاني والثلاثين ويتعلق الأمر بفريق العهد اللبناني فإن الممثل الثاني لكرة القدم السعودية فريق الشباب عليه انتدار المتأهل عن المجموعة باء هناك ناديين سعوديين نادي الشباب ونادي الاتحاد نتمنى لهم كل التوفيق والاتحاد السعودي طبعا في دعم ومساندة يعني أي احتياج يحتاجون الأندية نحن نقف وراءهم وندعمهم ونحن طبعا نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله فإنهم يوصلون إلى المراحل الأخيرة والنهائية في هذه البطولة الغالية علينا جميعا وحدد الاتحاد العربي لكرة القدم الفترة من العشرين أغسطس إلى السادس من أكتوبر المقبلين لإقامة مباريات الدور الأول بينما تقام مباريات دور الستة عشر خلال الفترة من الثامن عشر وحتى الثلاثين من أكتوبر القادم ويظهر الزخم الإعلامي الذي واكب عملية القرعة هنا في الرباط الأهمية التي باتت تحدى بها البطولة العربية للأندية البطلة المصطفى العسري لنشرة الرياضية الرباط وعلى هامش قرات كأس محمد السادس للأبطال أعلن الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدمة الدكتور رجل السلمي أن المكتب التنفيذي حدد نهاية شهر أغسطس المقبل موعدا لعقد الجمعية العمومية لاختيار رئيس الاتحاد الجديد خلفا لتركيال الشيخ الذي تقدم باستقالته من الرئاسة تستضيف العاصمة المصرية القاهرة دهر غد الاثنين في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف حفل قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤاهلة إلى نهائية كأس العالم الفين واثنين وعشرين وكان الكاف قد استقر على إقامة القرعة في هذا الموعد وحدد نظام التصفيات منذ فترة وصدق على ذلك في الجمعية العمومية والتي أقيمت على هامش المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الفين وتسعة عشر أرحب منشستان لناتتال إنجليزي على رحيل مهاجمه البلجيكي روميولو لوكاكو إلى يوفانتوس الإيطالي في ظل رقبته في التعاقد مع نجم البيان كونيري ووفقا لصحيفة ديليميل البريطانية فإنما شيستر يونيتد لا يمانع في رحيل لوكاكو إلى تيرينو هذا الصيف بشرط الحصول على الجناح البرازيلي دولغس كوستا نجم يوفانتوس بالإضافة إلى مبلغ مالي رغم كونه اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب المختلفة في تاريخ كرة القدم لجأ البرازيلي داني ألفس لمواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن نادي جديد للعب له بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي وكتب ألفس عبر حسابه أنستجرام عبارة أبحث عن عمل وذلك بعد رفض باريس سان جرمان تجديد تعاقد البرازيلي وارتبط اسم ألفس بالعديد من الأندية أبرزها الثلاثي الإنجليزي أرسنال تتنهى ماشيستر سيتي بالإضافة لبرشلونة وبعيدا عن كرة القدم في وقاعة جديدة شهدت ملاكمة المحترفين ثاني حالة وفاة في الإسبوع الجاري إذ توفي الأرجنتيني هوغو سانتيان بطل الوزن الفوق الخفيف متأثرا بإصابات تعرض لها في الحلبة وأوضح مجلس الملاكم العالمي أن سانتيان توفي في مستشفى في بوينس آيريس حيث كان يعالج من الإصابات التي تعرض لها في نزال السبت الماضي ضد إدواردو أبريو من الإرقواي وتأتي وفاة سانتيان بعد يومين من وفاة الملاكم الروسي مكسيم دادشيف بعد معاناته من إصابات في المخ خلال نزال الجمعة الماضي في ماريلاند ختام النشرة وإلى العنوين البيرنسي هيرفي رينارد يقترب من تولي تدريب الأخضر في المرحلة المقبلة الاتحاد الأفريقي يعلن غدا مراسيم قراءة تصفية كأس العالم 2022 للقارة الثمرة شكرا لطب المتابعة تقبلوا تحياتي في أمان الله اشتركوا في القناة